لم يعد كياناً صهيونياً يشمل أصحاب الأرض الأصليين ولو شكلياً في دستوره وانتهى الجدل السياسي القائم منذ عقود بشأن هوية الكيان الصهيوني وباتت فلسطين المحتلة دولة يهودية على أساس قومي بعد أن صادق الكنيست الصهيوني بموافقة أغلبية نوابه على قانون القومية الذي يكرس يهودية الدولة ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير مصير الكيان قانون قومية الدولة اليهودية يتضمن أحد عشر بنداً متعلقاً برموز الدولة وعاصمتها وثقافتها ولغتها وعرقية سكانها حيث اعتبر القانون القدس الكبرى والموحد عاصمة للصهاينة واقتصرت الهجرة المؤدية إلى المواطنة على اليهود فقط وأقصيت اللغة العربية بشكل نهائي بعد أن أفرد القانون اللغة العبرية كلغة رسمية وحيدة لدولة الاحتلال وبشكل رسمي مطابق للواقع المعاشي سابقاً أصبح العرب الموجودون في الأراضي المحتلة مواطنين من درجة ثانية بعد أن أغلق القانون اليهودي الجديد آخر مساحة ضيقة لحقوقهم الثقافية والدينية والتاريخية ولا تقتصر خطورة القانون الجديد على من هم بداخل فلسطين من العرب بل أغلق باب العودة أمام الفلسطينيين المهجرين في دول الشتات وذلك عندما جعل حق المواطنة لطالبي الهجرة إلى فلسطين حكراً على اليهود دون غيرهم ووفق هذا القانون أيضاً فإن دور الكيان الصهيوني لا يقتصر على حدوده فقط بل يتعداها إلى كل يهود العالم باعتبار الكيان بات دولة قومية وصية على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي أينما وجد مراحل عدة قطعها مشروع تهويد فلسطين منذ أن وضع لابنته الأولى مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هيرتزل قبل قرن وعقدين من الزمن إلى أن وضع لمساته الأخيرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما اعتبر القدس عاصمة أبدية للصحائنة ليأتي بعد ذلك قانون قومية دولة الاحتلال كتوقيع أخير على سك صفقة القرن ترجمة نانسي قنقر